إزاي تم اختيارك وإزاي يعني حسيتوا نحن ممكن في الرياضة دي كورة اليد بقى نقدم يعني خلينا نروح لي كابتن محمد أولا بسم الله الرحمن الرحيم بشكركم على استضافة الجميلة ده ومش بيعدامش جديد على قناة الأهلي بصراحة اهتمامها بالرياضة عامة واهتمامها بزول همم في مصر ده بيسعدنا الله بنشكركم بجد بجد دي لفتة جميلة من قناة الأهلي بداية كده كان تم الموافع لأقامة بطولة كاس العالم لكورة اليد في مصر تحت رعاية السيد رئيس الوزراء عملوا اختبارات فعلا لبعض اللاعبين في مصر كان عاوزين يعملوا فريق لكورة اليد يمثل منتخب مصر في كاس العالم احنا كفريق كورة السلح احنا مرحناش لاختبارات أصلا فهم كانوا بدوروا طبعا كاس عالم والناس بتلعب عاوزين ناس بتحرك بكورسي اولا احنا اتواجه بالشكر للدكتور حسام الدين مصطفى لائيس اللاجنة البرامبية عندنا لانه هو من اولي الناس اللي قاعد معانا كان منتخب مصر كورة السلة وطلب قام باحنا احنا كان امر تكليف الى احنا نروح لمصر مصر في كورة اليد احنا في الاول كان فيه اختلاف وفيه اعتراض لان احنا كان عندنا كاس العالم لكورة السلة في 15-11 في دبي احنا صعدين كاس العالم لكورة السلة فالقينا ان احنا الفترة سيارة والموضوع في دكتور حسام بصراحة أنا أوفى لكم كل الإمكانات التي أريدها. ولكن هذا مصر. وهذا مهمة وطنية. بأي حاجة لازم تبسر مصر. لأن فعلاً اختيار كنتو 90% أنتوا تحركوا بكرسي كويس. غير أي حد في مصر. لدينا الكراسة اللي نعب عليها. كراسة مصممة بره خارج بره في شركة أرجكينجترا. كراسة يمتقاسة على مقاساتنا شخصياً. فنقدي بها أننا متمكنين كرسي. غير أي حد في مصر يتحرك بكرسي شخصي. فكرسي الشخصي غير الكرسي الرياضي. ده ليه تحركاته لأبعاد. وده ليه تحركاته لأبعاد. فتم اختيارنا وتكليف من الدكتور حسام. فمن مكاني هنا بشكر الدكتور حسام على سيقة الغالية. بشكر مجلس دارة اللجنة عندنا على سيقة الغالية. وقال لنا كده يا جماعة مش مطلوب منكم حاجة. مطلوب منكم تتشرفوا مصر. تكونوا موجودين. وتعملوا اللي عليكم. يعني محطش ضغط عليكم من الأول. ده يمكن ساعد. طبيعي أكل اتياد طب بالزبط 40 أو 45 يوم. فأخذونا ودونا صالة دكتور حسام مصطفى وفاقه في فندق. احنا كنا مكوانين من 10 شباب و 4 بنات. في النهاية خالص صفنا إجاز فني. صف على 10 لعبين. 8 شباب وابنتين. واللعبة دي كلاسات. يعني عاقات مختلفة. يعني مش كل المعاقين زي بعضيها. في فعيات طبية مختلفة. يعني فيه تسليف يبدأ من 1 بنت 2 بنت 3 بنت. كل واحد حساب عاقصه. اللي قاعد على كرسي. غير اللي ماشي بأوكازين. غير اللي ماشي بيزوك. غير اللي عنده بطر. فدي كلها عاقات. وإحنا بننزل الملعب مرتبطين بتصنيفات طبية. تصنيفات الطبية دي 12 بنت. فلازم أن يكون عنده تصنيفات متنوعة. موجود ميزة في منتخب مصر كرت السلحة. مش موجودة في منتخبات في العالم. اللي عندها تصنيفات الطبية الزويرة. كتير جدا جدا وقوية. يعني اللي عاقته صعبة. بس هو قوي. برعاته قوي. وفي مقدر ينافس. فالحمد الله رحنا وعسكرنا. وبقائنا يعني كان معنا كابتن إبراهيم ناصر. وكابتن وقال عبد العاطي. مدير فاني الكورت الياد. فقعدوا وتكلموا معنا اللي هم بقوا يجبوننا فيديوهات. ويجبوننا ماتشات ونتفرج. مش بعيد عنين إن إحنا نشارك. فالدكتور حسن جاء قاعد معنا. هتعملوا لأولاد. ونقول إن شاء الله إحنا ننفس عن النهائي. إحنا بنقولها. وإنتوا نافستوا عن النهائي مع البرازيل. إحنا بنقولها. يعني حبيبتك أنا كابتن منتخب أما بيسمح بني. فبصي لي وستغرأ. قلت له إن شاء الله إحنا ننفس عن النهائي. إن شاء الله. إن شاء الله إحنا كان عندنا عزيمة وإرادة. اللي إحنا ننمثل مصر. فيه كاس عالم بتقع في مصر. فلازم نظهر بشكل كويس أولا. لازم أن ربنا يعني كنا فعلا فعلا. كل الشكر وكل الاحترام من المجموعة التي كانت موجودة. برأس الجهاز الفني واللعبين.